كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الدلو رح أولي أحكي فيها عن الأحوال عامة سواء الأحوال العطفية أو العامة رح تحدث كذلك حتى عن العذاب ورح هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمرية طالع وفي إمكانك أن تكون قراءة عكسية إذا تكلمنا بالعلاقات العطفية أوكي بداية يا برج الدلو عم شوف في خصامات وفي مشاكل عم شوف في بلوك في عدم الكلام بينك وبين هذا الإنسان عم شوفك موجوع القلب يا برج الدلو عم شوفك كأنه حسس بخسارة كتير كبيرة يعني تقريباً الطاقة كأنه تقريباً ما في كلام ما في كمينيكيشن ما في حاجة أوكي آآ الطاقة كتير سلبية بهذه القراءة أو ما في مشاكل أنت وهذا الإنسان عم شوفو لهذا الشخصية لهذا الإنسان ممكن شخصية من برج النارية عم شوفو شخصية بتعرف التوازن تعرف كيف تحبه وتشتغل بأشيء أخرى إنسان ممكن حالياً عم شوفو مبتعد عنك وما عم يحكي أبداً يا برج الدلو عم شوفو كذلك هذا الإنسان كان وعمل لك بلوك أو ما عم يحكي من أصله وما عم يحاول أنه يحكي أوكي عم شوفو لهذا الإنسان كذلك عم يفكر فيك حتى لو أنه مبتعد بيفكر فيك يؤريقه هوك عم تجي ببالك الليلة قبل ما ينام عم شوفو عنده اهتمامات أكتر عملية وعم شوفو مبتعد وحاسس أنه خسرك أو خسر العلاقة بالنسبة لك عم شوفك عم تمتزره أو عم تراقبه عن كسب أو من بعيد بس ما عم تبدي شيء أوكي عم تعاملك أنه الأشيء إذا هو ما عم يحكي معي خلص ما رح أحكي معه عم شوفك مبتعد وعم تراقب لهذا الإنسان ممكن هذه العلاقة علاقة كرمية علاقة سلة زم أنه وأنتم مع بعض أو علاقة فيها درس لازم تتعلم درس من هذه العلاقة لأنه دائما العلاقة الكرمية لازم تتعلم منها شيء تاخده بحييتك كدرس عشان تعرف تتعامل بأشياء أخرى بالنسبة لك عم شوفك كتير شايل بقلبك تجاه هذا الإنسان بس ممكن عم شوفك أكتر تهتم لصحتك لجمالك ممكن بتقول الحياة ما وقفت على هذا الإنسان ممكن تكون فيه علاقات جديدة وفيه ناس أكتر تستحق أن تكون معي بس هذا الإنسان عم يحس حياته أو سعدته لا تكتمل بابتعادك عنه عم شوفه كأنه عنده اختيارات بينك وبين إنسان آخر أو عنده كذا شيء يشغله عن أنك ممكن عنده مشاكل تتعلق بالعائلة كانوا عنده أولويات وعنده مشاقات أو عنده مسؤولية أكتر بالعائلة أو عنده كذلك أطفال عم تشغله عنك عم شوفه لهذا الإنسان كذلك ممكن يكون برج الحمل أو برج الأسد عم شوفه ممكن يكون من برج العذراء الثور والجدي عم شوفه ممكن حتى يكون برج العقرب هذا الإنسان عم شوفه عم يكابر أو عم يقوم مشاعره اتجاهك ما عم يوديها لإلك عم بيبين كأنه إنسان ما حاسس أصلا بشيء اتجاهك بس هذا الإنسان يحمل مشاعر كتير قوية أما أنت تريد فقط شيء واحد أنتو ما عم تحكي معه وعمل بلوك وكل شيء بس بدك أنه يرجع على حياتك لحتى يطلب السماح من الناس وبعدين أنت ممكن تقل له بتعد عني أو شيء المهم أنه تاخد كرامتك أو كأنه تشبه خليلك برج الدلو على أنه أوكي أنا أرجع لحقي أوكي بالنسبة لبرج الدلو على فكره عم شوف في مراقبة أنتو عم تراقبوا لهذا الإنسان في مراقبة في ممكن تراقبوا على سوشال ميديا عم تسأل عنه عن بعيد بس ما عم تحكي معه أوكي عم شوف على أنه بقلك أنه هيد العلاقة تتطلب إيمان كتير قوي تتطلب اشتغال علي كتير قوي وإيمان فيها لأنه هذا الإنسان شوي ممكن شخصية صعبة أو شخصية متكبرة وشخصية غريبة ممكن حدا مزاجة جدا يحكي معك اليوم بكرة ما يحكي معك ما أنه ثابت أوكي مثل برج الدلوش برج من الأبراج الفكسد أو الأبراج الثابتة ما بيغير كتير ممكن أنت كذلك تتعامل مع برج الميزين عم شوف على أنه ممكن مشاكلكن على أنه هي دائما أنت يا برج الدلو عم تعانده أو عم بتعامله بالند انا كمان عندي شخصية وعندي أفكاري وعندي كذا وعندي كذا هو ما بيحب هيك يعني بيحب أنه يكون الناس عم تتبعه الناس عم تطيعوه ما بيحب أن يكون بعلاقة والشخص الآخر بيحسوا قوي وبيحسوا شخصية كمان عنده 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 شخصيته وشخصيته قوية ووارد جدا هيدا اللي عم يحسوا أصلا بالعلاقة بالنسبة للعزي بعم شوف على أنه متقلقين بهذا الشهر كتير بارزين جدا الناس عم تطلع فيهون و تقول واو عم شوف كذلك على أنه محبوبين كتير من الناس عم شوفون يلجأون إلى الابتعاد عن كل الناس اللي حواليهون عم شوفون يلتجؤون إلى السفر الروحاني إذا بدنا نقول يهاجروا ب أو يعتزلوا الحياة يعتزلوا الناس عم شوفون كأنه عم ياخدوا رحلة بالعقل الباطني وعم يفكروا بكتير شيء بيفكروا بمستقبلهم بيفكروا بحياتهم بمنهج حياتهم عم شوفون عم ياخدوا هذه الطريق بس عم شوفون هلأ يعيشون هايدي برش العزاء برش التالو عم شوفون يعيشون نقل نوعية أو تغيير جدري كانوا عم يمروا من نقل نوعية ورح هذه النقل نوعية رح تجلب لون سعادة ورح تجلب لون خير ممكن كذلك هذه النقلة النوعية ممكن تغير منهم كتير وتغير من حتى تتصرفاتهم مع العلاقات هذه الرحلة اللي أنا بقول عنها الرحلة الروحانية اللي عم تعيشها يا برش الدلو لازم تخليك إنسان ناجح أكتر بالعلاقات رح تاخده أو تلاقي نقاط الضعف بحياتك ورح تكتشفه بالمستقبل ورح تحاول تتجنب كل الشيء السلبي بالنسبة للحيات العامة عم شوفها ككتر تهتم لتحقيق أحلامك عم شوف حتى في أموال تأتيك من الجد ممكن حدا يعطيك أموال هيك يعني صدقات مش صدقات بس يعني إذا بدنا نقول عيدية حتى لو ما في عيد عم شوف على إنه كذلك في مرأة تترسد لإلك يا برج الدلو أحذر منها ممكن هذه المرأة تتدخل بشيء من الشر لا تعكر صفو بينك وبين إنسان آخر عم شوف كذلك على أنه في فتحة رزق هذا الرزق ممكن يأتيك من العائلة كما قلت أو إرث ممكن كذلك عم شوف في حدا يتواصل معك ممكن يتفلك أخبار هذه الأخبار تتعلق بعلاقة عاطفية هذه العلاقة العاطفية ممكن تكون هذه الأخبار غير سر لإلك ممكن تخليك أنت جدا حزين بس عم شوف على أنه في رزقة رح تأتي لبرج الدلو عم شوف في أشياء من الماضي تعود لحياة برج الدلو ممكن في مشاكل تخص أو إذا كنت أنت مقدم على هجرة لبلد آخر ممكن تتأخر الأمور ما عم شوف أصلاً الأمور يعني ميسرة بس عم تتأخر الأمور ممكن تحصل عليها بس متأخرة عم شوفك أكثر تهتم للمردود المادي والنجاح المادي عم تسعى لكسب رزق جديد بحياتك برج الدلو عم شوفك أكثر تهتم كدلك للبتعاد عن الناس البتعاد عن كل الشي الذي يعكر صفو برج الدلو بس كما قلت إحذر من المرأة هذه المرأة عم تتدخل لتحكير صفو حياتك هذه المرأة ممكن كدلك عم تجلب لك مشاكل تخص بالعلاقات وبتزوج إذا كنت متزوج ممكن تجلب لك مشاكل مع إنسان أو مع الأب تتدخل لكي ممكن حتى عندها صفة الصرقة ممكن تسرق شيء أو تخونك عم شوف هذه المرأة ليست بالجيدة ممكن هي من الأبراج النارية أو الأبراج الهوائية بالنسبة لي عم شوف إنه طاقتك الحالية كتير عم تحس إنه الطاقة جيدة أو أنت يعني في تفاهم متبادل مع الشريك أنت عم تحس بأحسيس جيدة مع هذا الإنسان كدلك هو عم يشعر بذات المشاعر عم شوف في تفاهم في ألفة في أخضعطها يعني أنت والشريك على وفاق بالوقت الحالي عم تشعره بطاقة إيجابية وطاقة كلها فرح عم نشعره كذلك هذا الإنسان أنه هو إنسان كتير يشعر بمشاعر تجاعك حلوة طاقة حلوة بحب كبير بحسك على أنه أنت خلص الإنسان اللي عم يحبه الإنسان اللي عم يرتاح معه عم شوف في كتير طاقة جميلة بالنسبة لكم أنت والشريك ممكن وارد جدا أنه هذه العلاقة صار لمدة طويلة وانتوا مع بعض لأنه عم شوفك أنت بالضبط كأنه شلت كتير أعباء بهذه العلاقة وكأنه هذه العلاقة طريقة طول طريقة صار طويل جدا ما عم تشوف النهاية أو إذا كنتوا بيعلاقة جديدة يعني أنت متلاهف أنه كثير زواج يصير شيء فعلي يعني مللت أنت من العلاقات اللي عم تنتهي بكل سرعة بدك علاقة دائمة ويكون يعني نتجتها بسرعة ما بدك أنه تدخل بعلاقة تصير فيها سنة و سنتين و ثلاث سنوات وبالأخير ما تنتج عنها شيء أوكي بالنسبة لك هيدا الأساس مهم جدا أما هو عم شوفه عنده كتير أمور ملخبة حياته عم شوف ممكن حياته العملية مش ميسرية ممكن كتير أمور مش ميسرية بالنسبة له العمعل ممكن يكون يعني الطريق بحياته مظلم ما عم يشوف طريقه بالواضح عم يشوف فيش أشياء في كتير عسارات بحياته في كتير أمور عم تعرقلوا بحياته ما عم تخليه أصلا يوصل للأشياء اللي بدوا إياها أوكي في كتير أمور عم تعرقل علاقتكن مع أنه في حب في جمال في عشق في كتير أشياء في أحاسيس جميلة عم تشعروا فيها بس في كتير من الأمور عم تعرقل علاقتكن عم شوف على أنه أنت بدك توصل ل نتيجة العلاقة بسرعة بدك توصل أنه تكمل هذه العلاقة ويصير فيها زوج أنه تصيروا مو مستخبيين يعني ما تصيروا بعلاقة تحب فقط بدك شيء يظهر للعلن في شيء يعني يعني الناس كله تعرفكن أنه مع بعض أوكي عم شوف على أنه عم شوف أنه هذا الإنسان الأمر الذي يقرقه بهذا الحياة هو العمل بالنسبة له العمل جداً مهم عشان تصير العلاقة فيها نجاح كتير كبير أوكي ما عم يشوف على أنه ما فيه يعني تحمل أسرة أو عائلة إذا ما كان العمل بالنسبة له ميسر عم شوف الأمر الذي يعقه بالحياة هو العمل كتير عم شوفه عم يشتغل عم شوفه كتير عم يجتهد بس ممكن عندكم عراقيل تتعلق بهذا الأمور عم شوف على أنه كذلك هذا الإنسان يشعر بمشاعر كتير جاية عشا اتجاهك يحبك هذا الإنسان يريد أن يكمل حياته معك بس في كتير عراقيل تحول بينكم أو بتخليكم ما عم تتطوروا بالعلاقة عم شوف كذلك على أنه كما يظهر يعني في كتير من الأشياء عم تخليكم ما ما عم تتطوروا وليش بقى العراقيل الحياتي العامة يعني عم تخليكم ما ما تتطور أوكي بيقلك الورق أنه كل شي رح يأتي بوقته أنت ممكن متسرع بالوقت الحالي بدك تحصل على نتائج كتير سريعة بدك مثلا أنه يعني يصير زواج أنه الأمور تتأثر بسرعة بس بيقلك أنه الوقت هو يعني كل شي رح يأتي بوقته ما تقلق أبدا أوكي هون بيقلك أنه هيدا الوقت لا تعطي مش لتحصد لازم توقف مع هذا الإنسان بهالوقت الحالي لازم يعني تكون صبور جدا يعني ما تتوقع بالوقت الحالي أنه يكون فيه ريزولت أو فيه نتائج كتير كبيرة بهذا الوقت أمين موسيقى